بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحبابي الكرام اعلموا أيها العقلاء أيدكم الله بروح منه أن فعل العاقل يكون مشابها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم قول العاقل وفعله يكون مشابها لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم إذن فمن أصلح قوله صالح فعله وبين أدب النفس وأدب الدرس مناسبة والله الذي ليس كمثله شيء قال وفعل الله الذي ليس كمثله شيء قال وفعل ونحن لم نعرف من قوله إلا الوحي وفعله هي هذه العجائب في السماوات والأرض نراه أبدع المجرات والسدم والشموس والأرادين فأولا خلق الأثير ثم من الأثير خلق المجرات والسدم ومن هاتين أخرج الشموس ومنها أبدع السيارات والأرادين ومن هذه أبدع الأشجار والزروع وعلى هذه نثر الأزهار والأشجار نثر الأزهار عفواً والأتمار وكل عالم من هذه العوالم زهر لما قبله كل عالم من هذه العوالم زهر لما قبله فالزهر للشجر والشجر زهر الأرض والأرض والكواكب أزهار الشمس والشموس أزهار المجرات والمجرات أزهار الأثير والأثير صنع الله بلا مادة الأثير الأثير بفتاء المعجمة صنع الله بلا مادة هذا كله أيها العقلاء أيها الأحباب في علوم المادة التي منها الإنسان التي منها أنا وانت وجميع الناس الذي هو من ظهر الأرض نحن من ظهر الأرض فهذا الإنسان أيضاً له ظهر وظهره هي الحكم التي تلقى على قلبه الحكم التي تلقى على قلوبنا هو الظهر وقد اختص به دون سواه من العوالم اختصنا الله عز وجل نحن الإنسان بهذه الحكم التي تلقى على قلوبنا من دون العوالم من دون الحيوانات اعلموا أيدكم الله أن عوالم الحيوان كذوات الفقرات ومن الطير والسمك وذوات الأربع وكالحشرات كل هذه ظهرات في الأرض ولكن الإنسان أرقى الإنسان أرقى نحن أرقى من جميع الحيوانات فضلنا الله عز وجل في محكم كتاب على جميع المخلوقات فضلنا عليه إن كل حيوان فيها يعيش بغريزته والغريزة منحة من الله لا نصب في تحصيلها لا نتعب في تحصيلها ولكن الله يريد عالما عالما أرقى من ذلك العالم يجب علينا أن نتعلم الاستقلال في العمل والرأي وذلك بوقوع بين متضادين وما هم هاته المتضادين هما الخير والشر فيربى فيربى ملكته ويحكم بعقله ولا يتكل على الغريزة لأن الله يريد عقولا مدبرة لها استقلال مستقلة يريد عقولا مدبرة لها استقلال وهذه العقول لن يملكها إلا الإنسان سوى نحن سوى نحن الإنسان فنحن نربى لنتعلم الاستقلال والاستقلال لا يكون إلا بهذا المنوال نصب وجد في الاختيار والأعمال وإصدار أحكام فيما تشاء به من الأمور خيرها وشرها ومتى كاملت تلك العقول عرجت إلى ملأ أعلى وإلا بقيت مع العوالم المنحطة هذه العقول الإنسانية لها ظهر أيضا وهي الحكم التي يلقيها الله على القلوب وهي الشرط الذي يعول عليه المرء واليوم سبق أن شرحنا عدة أسماء من أسماء العهد المعول عليه من أسماء العزيمة البرهاتية التي فاز بها الشيوخ المغاربة وغيرهم من العلماء في مشارق الأرض ومغاربها لكن نحن المغاربة ونفتخر بذلك لأننا لدينا علوما روحانية نادرة غابرة وليوم جئتكم بالعهد بأكمله بالقسم البرهاتي الأصح بالقسم البرهاتي الأصح الذي هو بين أعينكم ورد في كيفية هذا القسم البرهاتي روايات كثيرة جدا جدا أصحها رواية الإمام شمس الدين البهنساوي وهي أن تقول برهتيه برهتيه كرير كرير تتليه تتليه طوران طوران مسجل مسجل بزجل بزجل طرقب طرقب برهش غلمش غلمش خطير خطير قلنهود قلنهود برشان برشان كظهير نمو شلخ برهيول بشكي لخ قزمز عن غلاليط قبرات غياها كيدهول شمخاهير 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 بكهطه ونيه بكهطه ونيه بشارش بشارش طونش طونش شمخ باروخ شمخ باروخ لهم بحقك كهكهيج يغطشي بلطخش خشويل أمويل جلد مهجم هالمج ورودين مهفياج بعزتك إلا ما أخذت سمعهم وأبصارهم سبحان من ليسك مثله شيء وهو السميع البصير وهي الرواية المتفق عليها قديماً عن أصف بن براخيا وزير وابن خالة السيد نبي الله سليمان بن داود عليه السلام ولنا تتم في الأسماء وبخورها وكيفية استعمالها وخلوتها لكي تعمل معك ومدتها سبعة أيام سوف أنشرها لكم أيها الأحباب الكرام فدامت لكم الأفراح والمصرات ودمتم على خير خلق الله عز وجل ونفعني الله وإياكم بالعلوم الروحانية وغيرها من العلوم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته